صباح الخير وأهلا وسهلا بكل متابعين وكل متابعي تينيفيزيون يوم السابع في كل مكان بنبدأ مع حضراتكم يوم جديد معاكم بأبرز وأهم الترينز والأخبار المتصدرة للمشهد من مبارح بالليل وحتى هذه اللحظة طبعا الكلام عن متحور كورونا الجديد أوميكرون هو الأبرز والأكثر تصدرا للمشهد من يومين فاتوا والحد دلوقتي بالتأكيد ومع الكلام عن المتحور الجديد كمان فيه حديث مهم جدا عن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وهل هذه اللقاحات ممكن تكون فعلا فعالة ومؤثرة في مواجهة هذا المتحور الجديد ولا لا في نفس الوقت أعلنت وزارة الصحة عن استقبالها لا 3.890.000 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر وده كان مساء أمس السبت بمطار القاهرة الدولي كمان أوضح الدكتور خالد عبدالغفار المتحدث رسمي باسم الوزارة أن تلك الشحنة هي قادمة إلى مصر عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال ذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات تصدي للجائحة كمان أشار الدكتور حسام عبدالغفار أن لقاح فيزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية هو عبارة عن جرعتين بيفصل بينهم 21 يوم لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية خلينا نتابع مع حضراتكم في أهم الأخبار وأهم التريند نروح لها تريند آخر وهو خاص بالبلاك فرايدي طبعاً تابعنا خلال الأيام الأوليلة اللي فاتت الزحمة الكبيرة ودائماً كل سنة في البلاك فرايدي بنشوف زحمة كبيرة جداً من الناس على المحلات يعني بمختلف أنواعها وبمختلف المنتجات اللي بتبعها الملابس والأجهزة الكهربائية طبعاً بسبب التخفيضات الكبيرة جداً اللي بتعرضها المحلات في البلاك فرايدي طبعاً في ناس كتير ممكن تسأل نعمل إيه لو تعرضنا لحالة نصب أو لعروض وهمية في البلاك فرايدي الإجابة هي أنه دعا حماية المستهلك أو جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود تخفيضات وهمية للجمعية للجمعة البيض احنا بنسميها الجمعة البيضة هي طبعاً البلاك فرايدي من خلال الخط الساخن 19.58 من أي تليفون أرضي أو حتى عن طريق خدمة الواتساب أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبنتمنى بالتأكيد كلكم تكونوا استفدتم من البلاك فرايدي على قد ما تقدروا من التخفيضات اللي موجودة خلينا نتابع معاكم ونختتم أبرز الترندات المتصدرة للمشهد النهاردة وقع غريبة الحقيقة حصلت في نيوزيلندا خاصة أن هي حصلت لشخصية سياسية تنترف في القصة دي شخصية سياسية هي برلمانية من حسب الخضر وفجأة يعني ألام الولادة هذه البرلمانية بساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وقامت بعدها بالتوجه بدرجتها يعني ساءت العجلة بتاعتها وراحت للمستشفى وبالفعل وضعت طفلتها وبعد ساعات وليلة قالت على صفحتها على الفيسبوك أخبار سعيدة الساعة 3 و 4 دقايق صباحا استقبلنا أحدث عضو فعلتنا وأضافت كمان أنه هي اتعرضت لألام شديدة جدا للولادة وغادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى والطريف الأمر كمان أنه في 2018 سبق وراحت المتحدثة باسم حزبها لا شؤون النقل كمان بدرجة إلى المستشفى لتضع مولودها الأول طبعا يعني موقف غريب جدا ما أعتقدش أنه ممكن يحصل في أماكن كتير بنشكر حضراتكم بتاكيد على متابعتنا في هذه التعطية تابعنا معاكم أبرز الترينز المتصدرة النهاردة للمشهد وبتاكيد بنتابع معاكم كل المستجدات على مدار اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء